كلام جميل حكم ابن سعدي هذا كما يقال يعني ابن قيم معاصر هكذا وصفوه سبحان الله عظيم يقول هذا الحديث اذا وصل الانسان رحمه يحصل له جزاء دنيوي صح اللي هو سعة في الرزق وطول في العمر هذا جزاء دنيوي قال هذا لا ينافي ان الانسان يعمل العمال الصالحة التي يبتغي بها وجه الله عز وجل ويريد معها يريد معها ان يكرمه الله عز وجل في الدنيا يعني لو اردت ان تتصدق لوجه الله تعالى وانت تعرف ان هذه الصدقة ان فرلت بها عن مسلم فرج الله عنك وانا ادخلت فيها بصدقك سرورا على مسلم ها جازاك الله من الجنس عملك واذا وصلت رحمك وصلت رحمك فان الله يبسط لك في رزقك ويطيل في عمرك هذا لا بأس به ما تجعل الامر الدنيوي هو المقصود تجعل وجه الله عز وجل هو المقصود لكن مع عملك الوجه الله تعالى انت ترجم الى الله عز وجل ان يكرمك ايش من امر من امر الدنيا سعة الرزق او طول العمر او الستر او ادخال السرور او ان يعوضك الله خيرا او ان يوسع عليك لاحظ ما تفعل هذه النتائج ما تفعل من اجل هذه النتائج وانما تعمل لله عز وجل ومع ذلك ترجو من الله عز وجل انت تعمل له ان يرزقك هذه النتائج فرق بين واحد يعمل من اجل نتيجة بين واحد يعمل لله عز وجل ويكرمه الله من عاجل بشرى المؤمن رزقا سمعة حسنة سترا هذا لا بأس به كما انه اذا تجنب الجرائم والفواحش فانه يترك لمن يتركها لله عز وجل ومع تركها لله عز وجل هو يرجو ان يترك هذا لله عز وجل وان ينجو مما يترتب على هذه الفواحش من فضيحة من امراض من مطاردة وكل سال يفعل فاحشة يأتي لو المرأة ويقتلونها او يعذبونها ويضربونها صح فهو يترك الفاحشة لله عز وجل ومع ذلك يترتب على ترك الفاحشة يسلم هذه الشرور يسلم الفضائح يسلم من امراض الفواحش يسلم من من الخمر وما يترتب عليه من ذهاب العقل من تشتت الاسرة هذه العقوبات المترتبة على المعاصي نجد في الشر قد ذكرت ولا لا ذكرت الامراض والأوجاع التي تأتي بالفواحش ما انتشرت الفواحش في قوم إلا أصيبوا بالامراض والأوجاع ما لا يعرف أسلافهم أو أبائهم صح فتجد الشرع يأمرك بالعمل الصالح ويذكلك أن هذا العمل الصالح فيه نتائج دنيوية مثل ماذا؟ مثل حديث الباب أنا كذا وصلت رحمك بسط الله لك ورزقك وأجل في أثرك يعني طول عمرك كذلك أن من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عن كربة من كربة من قيامة وكربة من قيامة أعظم بكثير من كربة دنيا فإذا كانت تنفيسك للمسلم كربة من كربة دنيا سننفس الله عن كربة من كربة من قيامة يعني من باب أولى كربة دنيا هذه ولا شيء ستذهب من أثر تنفيسك لكربة مسلم أو مؤمن صح؟ ومن ستر مسلما ستره الله فأنت تستر المسلم لأن الله أمرك بذلك ومع ذلك ترجو أن الله يسيبك جل وعلا على سترك المسلم وأن يجازيك في الدنيا ماذا سترا لك ولأهلك فيقول الشيخ لا منافات بين أن تعمل عمل وجه الله تعالى وترجو من الله عز وجل وهذا عملك لتبتغي وجه الله أن يسيبك الله ما يتأثر عليه ما يترتب عليه كما أن الشرع نهاك عن الفواحش عن الكبائر وتنجو حينئذ إذا اجتنبتها لله عز وجل مما يترتب عليها من الفضيحة من الأمراض من المشاكل فهمتم يا شغل الشيخ الآن بعد هذا التعليق اليسير نعيد قراءة كلام الشيخ وانظر كيف ويريد ماذا بعمله وجه الله ودعا آخرا وكونه أيضا يرغب ويرجو من الله أن يعطيه ما يترتب عليه في الدنيا هذا لا يضره أكبر الله شهر نعيد شكرا